بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبو القاسمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل إنسان في مجتمعه سواء في عائلته في مجتمعه الشخصي في وضعه الاجتماعي زيان أن يعرف أنه ماشي على الصراط المستقيم أو لا زيان أن يعرف عمله صحيح أو لا أكو معايير مختلفة لكل صنف يمخلين معيار يمخلين أداة يمخلين فرد شيء كميزان الميزان يعين الوزن هناك مصطرة يعين أنه عدل له أعوج هناك معايير ومقاسات وأدوات حتى الإنسان يستخدمها ليعرف أنه عمله صحيح أو مصحيح إذا صحيح ثم يناقش كم نسبة مئوية في صحة الموضوع وإذا مصحيح أيضا يبحث كم نسبة مئوية أكو في الغلط فكما في الصحيح لازم نلاحظ في الغلط أيضا لازم نلاحظ إحنا عدنا أشياء لها وزن وعدنا أشياء لها معيار غير الوازن مثلا في الحديث الشريف حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وازنوها قبل أن توزنوا الحصابات مو وزن الوزن حتى تشوفون العمل هذا شقد يسوى شقد قيمته أي شي من تريد تسويه مثل ما أي شي تريد تشتريه نفس الشي هذا العمل اللي تريد تسويه هذا في مقابل أجرهم هذا العمل الأجر اللي رح ينطون إياه زايد قليل متوسط شكله شنو إش قد يسويه البنت عندما يحددوا لها مهر الولد عندما يريد يتزوج يحسب حسابات من عدة جهات مو كلها ملموسة أكو بعضها بالحاسبة يقدر يجمع عنه مجموع مصرفي للزواج كم؟ لكن هناك قضايا ما تنحسب بالمعادلة الحسابية إنما تنحسب بالمعادلة الوزنية فكل قضية تختلف عن أخرى حتى إحنا نعرف أنه عملنا زيان أو مو زيان صحيح أو مو صحيح ماشينا على الصلاة المستقيم أو لا الله سبحانه وتعالى وضع لنا أسوة في القرآن الكريم اعتبر هذا الأسوة مثل مصطرة انحدد وضعنا الخلقي والاجتماعي سواء بيني وبين أقرب فرد التي هي زوجتي وأولادي أو بيني وبين أقرب فرد الذي هو شريكي في العمل أو والدي أو إخوتي بيني وبين المجتمع سواء كنت خطيبا أو إمام جماعة أو صاحب مهنة ماكو فرق كل هالأمور هذه لازم يكون عني فرد مصطرة فيها بهذه المصطرة أقدر أعرف بأنه وضعي أنا شنو فالنبي صلى الله عليه وآله أسوى لنا في كل القضايا أحيانا إحنا نمشي حسب المصطرة أحيانا ما ماشي حسب المصطرة لكن نريد نعرف أنه حقيقة يطابق عملنا مع هذا المصطرة مع هذه المصطرة أم لا كمسألة شرعية أقول واجب على كل إنسان أن يقلد مرجع تقليد يعتقده هو الأعلام هذه المسألة شرعية وعقلية شرعية بوجود النصوص عقلية أنه بوجود الأعلام ما يمكن واحد يعمل بفتوى غير الأعلام يعني إذا أنت لا سمح الله واحد من أقربائك تمرض أكو دكتور أخصائي بهذا المرض وأكو طبيب عام إذا وديت للطبيب العام ولا سمح الله توفى أو صار بمشكل الكل يلوموك يقولون بأنه كان أكو طبيب متخصص ليش ما وديت عند المتخصص المتخصص هو الأحلم الآن تشخيص الأعلام جدا صعب لا يمكن تشخيص الأعلام في هذه الظروف الزمنية السياسية وغير السياسية اعتبارات أخرى أيضا ما ممكن تشخيص الأعلام فشنو كنت أسوي أنا؟ أنا كمقلد لازم أروح سابقا كانوا يقولوننا روح إفحاص وأنا مو من أهل الفحص يقولوننا إذا أنت من أهل الخبرة روح أنت شيك بتعبيري بتعبير اللبنانيين شوف هذا المرجع ذاك المرجع شوف وضعهم شنو أنا مو أهل اختصاص فإذا أنا مو أهل اختصاص إذا أريد أخذه من الشيوع العام الآن الشيوع العام الداخلة فيه قضايا سياسية قضايا مالية قضايا محبة حب و بغض مدخلة بالقضايا فربما مرجع تقليد هو أعلى لكن المجتمع مو ويا الدولة مو ويا الدولة تمنع بعض الدول أغلب دولنا إحنا في الشرق الأوسط تتصرف في وضع المرجعية فمرجع يكون دولوية ما عدنا بالنتيجة المرجع ما يتعامل ويا الدول والدول لها مصالحها ولها أجنداتها إذا المسألة الشرعية هنا إذا أنا عملت عمل هذا العمل في عملي أثناء عملي أنا ما كنت مقلد لكن الآن أريد أن أشوف عملي السابق صحيح لو مو صحيح يقولون شوف إذا هذا عملك مطابق ويا رأي الأعلام أو المجتهد الذي يجوز أن تقلده إذا عملك مطابق فيحكمون بالصحة على الأعمال نريد أن أشوف أكو فرد مصطرة بحيث من ضمن هذه المصطرة نقدر نشخص اللي إحنا عاقبتنا على خير أو لا سمح الله عاقبتنا على غير الخير شنو هاي المصطرة نصوص مختلفة أكو النص القرآني الكريم الله سبحانه وتعالى يعلم الرسول يقول ليا رسول الله قول للناس أبلغ الناس بلغ الناس قل لهم إن كنتم تحبون الله يعني إذا المصطرة مالتكم حب الله فاتبعوني يحببكم الله يعني المصطرة مالتكم إذا ترضون رضا الله فاتبعوني أنا كرسول الله اتبعوني حتى يحببكم الله هاي المصطرة هاي المصطرة يعني كسب رضا الله هاي المصطرة إحنا خواه ما عدنا اتصال مباشر ويا الله الله قريب إلنا في قلبنا لكن ما إحنا ما ممكن أن نراه نحن نرى الله حقيقتان نرى آثاره ما نرى وجوده لأنه غير مرئي غير ممكن أن أطر بإطار معين فهذا اللي لما أتمكن أن أطر بإطار معين هو إجا وضع لي إطار ثاني فاتبعوا رسول الله اللي هو عبارة أخرى عن موضوع الأسوة مرة أنا اتخذت أسوة مرة ما اتخذت أسوة لكن ما عملي ما يتعارض مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحبني أو أنا عملي مطابق ويا مية بالمية بس أريد أشوفش قد المصدر مالتي كم نسبة مئوية أنا قريب أو أنا بعيد الله يقول يا رسول الله أنت قل هذا كلام موجود في القرآن الكريم إن كنتم تحبون الله هذه المصدر فاتبعوني يحببكم الله هل سريد نشوف اتباع الرسول شنو من الأشياء اللي تعطينا فرد بقياس حتى نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله إحنا أخو ما شفنا الإيمان إحنا نجي نشوف عدنا ارتباط بمرجع تقليد حتى نعرض عليه ديننا عدنا ارتباط بعالم المنطقة نروح نعرض عليه ديننا مستحاب زيان أنه كل إنسان إذا شاف لفد واحد سواء كان رجل دين أو يعرف القرآن زيان يقعد قدامه يقرأ الحمد والسورة لا يكون صاير فيه غلط في العبارات فبالترتيب النزولي يصير هذا إمام الجماعة أو هذا المثقف الذي يحفظ القرآن ويعرف القرآن يصير بالنتيجة إيه لي مصطرة حتى أعرف أنا قراءتي للقرآن صحيحة أو مصحيحة الأعمال نفس الشيء لازم أنا عملي الطابق إما مع منهجية معينة اللي جاية في النصوص من الله عبر رسول الله عبر الأئمة عبر الكتب العلماء واصل بيديانة منهجية معينة يعني الخلق الحسان منهجية التعاطي بالوفاء والعهود منهجية فمنهجية مرة أتابعها حتى أعرف بأنه أنا عملي مطابق أو ممطابق أو أنه أروح ألتقي بعالم دين عالم يذكرني بالآخرة مو عالم يذكرني بالدنيا هذا اللي يلبس العباية الخفيفة اللي تنطب وقد صير بمقدار قوطية ججارة هذا الذي يتسلط بالحكم ويصير من ضمن الحكم هذا أحسن أروح أعرض علي أو هذا الذي لا يذكرني بالآخرة يذكرني بأله ذاك يذكرني بالدنيا فالشخص اللي التزموية الدنيا نصوصنا تقول هذا بتعد عنه لأن هذا صار ضمن أجندة أخرى هذا يعمل فنجي نطبق وضعنا مع هذا العالم الذي يذكرنا بالآخرة إسا إحنا نتكلم عن المنهجية كلام لرسول الله صلى الله عليه وعاله ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة يوم القيامة أكو مجالس أكو محافل أكو مؤتمرات وندوات أكو طاولات مستديرة سمي ما شئت هاي الاجتماعات يحضر فيها رسول الله أحيانا يحضر فيها الأئمة أحيانا يحضر فيها الصالحين أحيانا تختلف كما يختلف الأمر في الدنيا الرسول صلى الله عليه وعاله يقول أكو مصطرة إذا تريد تعرف اللي أنت قريب علي بحيث اللي أنا أحبك وبحيث اللي أنا أسمح لك تشترك في المجالس يوم القيامة المجالس اللي أنا أشترك فيها وأقعدك بالقرب مني تريد تعرف هذا الشيء هاي المصدر المعينة حتى تقيس عملك بهذا الشيء أم لا إذا تريد أنا أذكر لك كم نموذج الرسول صلى الله عليه وعاله يبين أظهر المصاديق كم مصداق معين وحده من المصاديق أحاصنكم خلقا يعني الإنسان اللي خلقه خلق حسن هذا الخلق الحسن تجربته هم في المجتمع هم في الأسرة هم ويا نفسه الخلق الحسن الإبتسامة علامة الخلق الحسن البوشر يعني الإبتسامة في الوجه من علامة المؤمن الإنسان اللي خلقه حسن وجهه يعكس هذا اللي يلبس بدلة رسمية ويشترك فيه عريس هذا يريد يظهر أني أنا فرحان بهذا المجلس لذلك لبست أكشخ ملابسي أجمل ما عندي لبسته جيت لأظهر لك أيها العريس لأظهر لك أيها العروس اللي أنا جاي أهنئكم بهذا الحافل إذا أكو حفل مولد جاي أنا أظهر لصاحب المولد بشنو بملابسي مرة أنا ما لابس ملابس زينة حتى لو ناوي أنه أظهر حتى لو أجي أقوله بس أقوله يعايد بملابسي يشوف بأنه أنا مو مية بالمية جاي أظهر الفرح لأن اللي جاي مية بالمية يتهيأ للموضوع فأول مصطرة اللي الرسول حتى نعرف يحبنا الرسول نعرف أنه عملنا مطابق لما يقوله الرسول الله عليه وعليه هو أن يكون أخلاقنا تكون حسنا الخلق الحسن ينعكس في مختلف المجالات أكو رواية في زمن الرسول شخص هذا توفى الرسول شيعة الرسول صلى الله عليه وآله دفن الرسول وضعه في اللحد الرسول كفن كل الأعمال قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما طلع الرسول من القابر أمه قالت هنيئا لك الجنة الرسول صلى الله عليه وآله إجي قال ابنين عرفتي ابنش دخل الجنة قالت يا رسول الله أنت تصديت لكل أعماله هذا اللي أنت متصدي لكل أعماله هذا مو هنيئ مكان الجنة الرسول صلى الله عليه وآله قال الآن أنا سماعت من ضغطة القابر تكسرت أعظامه ليش يا رسول الله ليش قال لأنه هذا ويا أهل كان سيء الخلق بره كان يبتسيم بره مع الجميع يأخذوا يعطي والكل يشوفوه هذا أخلاقه زينة بس من يجي للبيت بالبيت وضعه موزية بالبيت أخلاقه مو حسنة سواء مع زوجته مع أمه مع أولاده مع أقربائه فهذه مصطرة الخلق الحسن لازم في كل ميادين العمل سواء الميدان العمل الفردي أو العمل الاجتماعي أنا ويا عائلتي أو أنا ويا المجتمع مو بس أنا المجتمع ويايا يعني مرة أنا أضحك أبتسم في وجه الآخر لكن هل قد أنا أحتي ما أنطي مجال للآخر أن يحتي فالآخر شي يصير من جراء عملي الآخر يبقى غضبانا يبقى موم شريح لأنه ما أنطيته مجال فلازم أنطي مجال لأن من الخلق الحسن أنه الآخر أيضا يكون مرتاح في الحديث ويايا فإذا كان الآخر أيضا مرتاح في الحديث معي أنا فسحت له المجال فأنا أثبت أنه عندي الخلق الحسن هذه أول مصدرة المصدرة الثانية الموطؤون أكنافا أو الموطؤون أكنافا زين هذا أكناف يعني الجانب يعني الموطؤون مثل أنت تفسح المجال حتى الآخر يخلي إيده بإيدك حتى الآخر يجيسكن وياك يعني أنت بالجهة العشرة تعطي مجال للآخر مع خصوصيات الآخر مو الآخر مو مثلي أنا أقدر أضبط نفسي لكن هل أقدر أضبط الآخر ما أقدر في سورة لوط أكو آية الرسول صلى الله عليه وآله يقول شيبتني سورة هود شنو بالسورة قاعدة والعلماء يبحثون في السورة شنو فيها هاي السورة اللي شيبت رسول الله شافه ما كو فرد حكم خاص فرد مبنى خاص فرد قضية خاصة اللي غير مكان ما مذكورة مثلا ما لقوا في سورة هود إنما أكو نقطة فاستقم كما أمرت زيان هاي النقطة الاستقامة أمر صعب يعني أنت تقولها للصانع اللي يشتغلوا إياك أو شريكة تقولها إلزم لي هذه الورقة إلزم لي رأس الخيط لكن أوقف لا تقعد هذا يوقف شوية يتحى أنت ممكن تضغط على نفسك لأنه أنت صاحب القضية فأنت توقف أكثر مما يوقف غيرك لكن هذا اللي غيرك ما يفهم مثلك ما يستوعب ما تستوعبه أنت فش يصير يصير حذاكا يتململ يتجاهل يحاول يقعد أنت دائما لازم تبقي وهو قائم لازم لك رأس الخيط فهذا أمر صعب أمر صعب أنه أنت تثبت وضعك وهذا مو فقط في سورة هود في سورة أخرى أيضا الآية هل مقطع من الآية موجودة اللي شيبت رسول الله كما يقول البعض يقولون النصف الثاني من الآية ومن آمن معك هذا اللي تاب معك هذا اللي آمن معك إشلون هذا تقدر تخلي أن يستقم كما أمرت مرة أنت تستعمل الأخلاق الحسنة مرة تمشي بشكل الآخر يرى فيك الخلق الحسن مو بس أنت تعتقد أن أخلاقك حسنة لا الآخر يرى فيك هذه الصفة رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن يعرفه ما يقول هيكله ما يقول جسمه ما يقول عيونه مع أنه كان رشيقا كان طويلا متوسطا كان جميلا يسئلون رسول الله صلى الله عليه وآله أنت أجمل أم يوسف فالرسول صلى الله عليه وآله يقول أخي يوسف أجمل لكني أملح الملح أيضا يعطي جمالية خاصة زين فإذن مرة أنا أرتب وضعي بالخلق الحسن مرة غيري الرسول تمكن من تنفيذ هذه النقطة بحيث الآخر كان يقر له بأنك صاحب الخلق الحسن لذلك القرآن الكريم يعرف أنك لعلى خلق عظيم يعني تزكية من الله تزكية من القرآن تزكية من المجتمع أن أنت صاحب الخلق العظيم من أن يبين معاشر توية الغريب معاشر توية القريب معاشر توية الصديق معاشر توية مختلف طبقات الناس معاشر توية مختلف طبقات النساء معاشر توية نسوان وكل وحدة بصفة خاصة وأجندة خاصة أحيانا يعني بعض نساء النبي بالنتيجة كان عندهم برنامج معين هذا البرنامج المعين اللي هي اليوم في العلم السياسي يقولون أجندة معينة فما يخالف أي نوع من الأمور تسعة من النساء أو ستة على اختلاف الروايات فيما تزوج وفيما توفي عنهن كل وحدة لها خصوصية وحدة تطمع بالرجال وحدة ما تطمع بالرجال أكو في نساء النبي قالت يا رسول الله أنا ما عندي طمع بالرجال لذلك كانت كانت تهب وقتها لغيرها بس كانت تحب أن تبقى هي زوجة رسول الله تحب أن تبقى هذه تحظى باسم أم المؤمنين ونساء رسول الله هن أم المؤمنين زين هذه خصوصيات تختلف وحدة الرسول من كان يزورها تخلي عسل بحلقة وحدة الثانية تقبلها وحدة الثالثة تتوقع أن الرسول يقبلها هذه خصوصيات تختلف معاشرة الرسول صلى الله عليه وآله مع خديجة أم المؤمنين يختلف عن معاشرة رسول الله صلى الله عليه وآله مع بقية نسائه فهذه المعاشرة بكل خصوصياتها إذا طلعت بالمثال الحقيقي الجيد فيصير واحد أنت تعطيه تكرمه بتكريم إنك لعلى خلق عظيم فهذه صفتين أحسنكم خلقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون يعني هو يألف يتأقلم مع الغير ويسمح للغير أن يتأقلم معه يألف ويؤلف هذه ثلاث صفات في هذا النص الشريف نجي صفتين في الجهة المعارضة الرسول صلى الله عليه وآله يقول تتمت الحديث ألا أخبركم بأبغضكم إلي تردون أقول لكم أنا ممن أزعل ممن أغضب إل من أنا مو مرتاح من أشوفه ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة تردون أقول لكم منه يذكر الرسول مصداقين المصداق الأول الثرثارون يعني هذول اللي هو يحشوا الثرثار الإنسان اللي هو يحشي المتفيهقون المتفيهق الرسول معبر فر التعبير أصحاب اللغة عندهم فر التعبير آخر أنا أنقذ الحديث فهي الصفتين يعني الثرثارون المتفيهقون هذولا أنا ما يعجبني وضعهم ما أحبهم أبغضهم أكرههم قيل يا رسول الله قد عرفنا الثرثارين منهم فمن هم المتفيهون من هم ذو المتفيهون قال المتكبرون هذه زاوية يعني تعريف الرسول لهذه اللغة يعني المتفيه المتفيه ما أخوذ من الذي يرى نفسه يفهم اللي يتصور أنه يفهم اللي يتصور أنه يفقه التفقه يعني التفهم التفقه اختص بالفقه لأنه أكو فقيه وأكو فقهاء وإلا هو اللغتان يعني الذي يتفهم يفهم الموضوع أصحاب اللغة شي يقولون وضحوا كلام الرسول هذول يقولون المتفيهون الذين يتوسعون في القول ويفتحون به أفواههم نفس القضية يعني مرة واحد هوايا يحشي مرة واحد ما يخلي الآخر يحشي يعني يرى أن الآخر على غير الصواب ويرى نفسه أنه هو محق وله الحق وهو عمله وعمل صواب زين إحنا خمس صفات متقاربة ذكرنا كمسطرة من المساطر لنقدر نعرف إحنا تشملنا هاي المسطرة لو لا كل وحدة من هذن الخمسة تفتح لنا آفاق لأنه أكو تشابهات يعني هذا اللي يحشي هوايا ويه هذا اللي ينقنق هوايا هذا المتكبر ويه هذا اللي يتصور أنه غيره يجهل وما يفتهم أكوى أشباهه نظائر إليه فخلنا نشوف بهذه المسطرة اللي حددناها ذو خمسة شعب ذو خمسة أضلع نشوف بأنه إحنا وضعناه ويه هاي المسطرة شلون ممكن الوضع ينسجم مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة أذكر أنه موقع الرسول ليس فقط في الجنة إنما موضع الرسول في أعلى مرتبة من مراتب الجنة يا مرتبة هاي المرتبة اللي القرآن يعبر عنها ورضوان من الله أكبر اللي يصل إلى مرتبة الرسول حتى يتمكن أن يحظى بمجالسة رسول الله هذا قد حظي برضوان من الله أكبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا كلنا لأن نصل إلى هذه البرتبة لنحظى برضوان من الله أكبر أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم إلى برنامج آخر نلتقي معكم في وقت قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر